اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين زراعة بتوفر للمياه بنسبة 95% وموفرها للأسمدة بنسبة 70% الحاجة ام الاختراع الزراعة المائية في غزة اسلوب مبتكر لتلبية الاحتياجات الغذائية علي النعيم خارج اسوار وزارة البترولة السعودية وسط تغيير حكومي واسع طول عددا من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية السعودية وفي النشرة ايضا في دورته الاولى بعد الاتفاق النووي معرض طهران الدولي للنفط والغاز يستخدم 1900 شركة عالمية اهلا بكم الحاجة ام الاختراع حيث تمكن مزارع فلسطيني في غزة من انتاج الخضار عن طريق الزراعة المائية متحديا كل الظروف الصعبة التي تحول دون تطوير الزراعة في غزة مشروع سيسهم بترشيد استهلاك المياه وتعزيز الامن الغذائي للفلسطينيين لنا شهد لا حاجة لا للمحراث ولا حتى التربة فغزة تتبنى الزراعة المائية وتتحدى تجريف الاحتلال للاراضي وتتحايل على التوسع العمراني في محاولة لدعم الاقتصاد كأن المزارع في غزة يصابق الزمن ويختصر المسافات في سعيه للتعايش مع ما يتوفر لمهنته من امكانات على قلتها افكار خلاقة تؤتي اكلها على الماء وهي خالية من المواد الضارة وبمعدل انتاج فاقت توقعات الزراعة المائية زراعة حضارية خالية من المواد السامة زراعة توفر للمياه بنسبة 95% وموفرة للأسمدة بنسبة 70% اطلاق الانتاجية لهذه الزراعة تعادل عشرة اضعاف الزراعة التقليدية باحدث الطرق الممكن ان نوفرها لهذا المشروع تقليص المساحات الزراعية سياسة اسرائيلية ممنهجة تبدأ باستقطاع مناطق عازلة وتنتهي بتجريف الاراضي انتهاكات تستهدف الزراعة وتضرب المحاصيل في الصميم وخير دليل على ذلك خسائر العدوان الاخير المساحة الزراعية التي جرفت حوالي تفوق العشرين الف دنوم عشر تلاف دنوم كانت من مساحات الفاكهة وحوالي عشر تلاف دنوم اخرى كانت مساحات من الخضار جرفت بشكل كامل وكانت الاضرار كبيرة جدا تصل الى حوالي 550 مليون دولار 350 مليون دولار كانت خسائرنا مباشرة وحوالي 200 مليون دولار كانت خسائر غير مباشرة وأضرار غير مباشرة تضيق الارض بما عليها بفعل الاحتلال فيحرث المزارع في غزة الماء وينبت منه الثمرة بعزيمة لا تعرف المستحيل لان شهين غزة اعل ما يدين اعلن وزير الطاقة والموارد المائية الاسرائيلية يوفالي شتاينيتس في مقابلة مع وكالة بلومبرغ ان اسرائيل اقتربت من توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الى تركيا حيث ستبدأ باستهلاك نصف كمية الغاز في حقل ليفياثان ابتداء من عام 2020 الرئيس التنفيذي لشركة زورلو التركية عمر يونغول قال ان شركته ستستورد ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز كل عام على ان يصار بعدها الى تصديره لاوروبا عبر خط انابيب وتستهلك تركيا خمسين مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويتسعى الى خفض اعتمادها على روسيا التي توفر خمسة وخمسين في المائة من حاجة البلاد اعلن السفير الفرنسي في السعودية ان شركات بناء من بلاده ستنافس على عقود بناء وحدات سكنية في السعودية كلام السفير جاء في حديث لصحيفة الاقتصادية السعودية مع توجه سعودي لبناء مجمعات سكنية بهدف حل ازمة السكن في البلاد وابدى السفير استعداد جميع شركات البناء الفرنسية المساهمة في مشاريع السعودية الاسكنية وذلك عبر مذكرات تفاهم في البداية ثم بتوقيع عقود نهائية ليتم تنفيذها على مختلف الأراضي السعودية فرضت وزارة الإسكان السعودية رسوما بقيمة 2.5% من قيمة الأراضي غير المبنية معللة القرار بأنه يهدف إلى توفير الشقق السكنية بأسعار مناسبة وتقدر نسبة الأراضي غير المبنية بـ 50% من مساحة النطاق العمراني لمدن الرياض جدة والدمام ومنذ سنوات تقوم وزارة الإسكان بتشييد مبان صغيرة ومتوسطة تخصص لذوي الدخل المحدود ولفئة الشباب شهدت الحكومة السعودية تغييرا وزاريا طوال عددا من الحقائب المتعلقة بالنفط والطاقة والموارد المائية مراقبون رأوا في التعديل خدمة للخطة الاقتصادية متوسطة المدى التي أعلنها ولي ولي العهد محمد بن سلمان فما هي هذه التعديلات وكيف تنعكس على السياسة الاقتصادية للمملكة؟ حسن يوسف لن تخصص السعودية بعد اليوم وزارة للبترول مهامها ستدمج ضمن حقيبة تسمى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعلي النعيم رائد السياسة النفطية السعودية ومحرك الأسواق العالمية لن تكون له حقيبة في الحكومة السعودية الجديدة حكومة أعلنتها الرياض بعد تعديلات واسعة طاولت مختلف الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي بما فيها المصرف المركزي أو ما يسمى بمؤسسة النقد التخلي عن علي النعيمي إنما يعكس نهجا سعوديا يراد منه رسم سياسة نفطية جديدة بواديرها ظهرت في الأشهر الماضية حين أصرت الرياض على تحصين حصتها السوقية حتى ولو على حساب مستوى الأسعار ولعل هذا التغيير في السياسة لا يتناسب حتى مع أوبيك فقبل أكثر من نصف قرن حين أنشئت هذه المنظمة كان هدفها التحكم باستقرار الأسعار من خلال حجم الإنتاج هذه التغييرات والتعديلات يرى فيها خبراء خطوة أولى نحو تنفيذ رؤية السعودية 2030 التي يريد لها ولي ولي العهد أن تكون الخطة التنفيذية لفك الارتباط الأبدي بين الاقتصاد السعودي وعائدات النفط لكن عقبات مختلفة تقف أمام تحقيق حلم ولي ولي العهد دبلوماسي أوروبي حذر من عجز المؤسسات التعليمية عن توفير مهارات للسعوديين تمكنهم من الاستعاضة عن الخبرات الأجنبية بحلول عام 2030 تمويل الخطة عقبة أخرى إحدى أدواتها تسيل 5% من شركة أرامكو العملاقة لجمع 150 مليار دولار عبر إصدار أولي في برصات لندن وهونج كونج ونيويورك إصدار سيكون الأضخم في تاريخ أسواق المال تقول صحيفة تليغرافي اللندنية وتداعياته ستكون كبيرة أيضا حيث أن جمع سيولة بهذا الحجم وإعادة ضخها لن تسلم منهما المؤشرات العالمية التي ربما تنتظرها دوامة من التقلبات قفزت أسعار النفط يوم الاثنين بعدما أدى حريق غابات ضخمة في كندا إلى تعطيل ما يزيد على مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية ومع توخي المنتجين الحذرة لم ترتفع أسعار الخام كما كانت الحال عليه أواخر الشهر الماضي وتعادل الطاقة المفقودة أكثر من ثلث طاقة الإنتاج اليومية المعتادة للبلاد حيث يصدر تقريبا كل إنتاج كندا من الخام من الرمال النفطية إلى الولايات المتحدة ودفع الحريق ثلاثة شركات نفط كبرى إلى التحذير من أنها قد تعجز عن تنفيذ عدد من عقود الخام الكندية أكد نائب رئيس غرفة التجارة الباكستانية ظفر بختاوري أن تحريك عجلة الصناعة في بلاده سيعتمد اعتمادا رئيسيا على استراد الغاز من إيران واصفا المفاوضات بين البلدين حول تنفيذ مشروع أمبو بتوريد الغاز بالإيجابية واعتبر بختاوري أن خط أمداد الغاز سيترك أثرا كبيرا في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين داعيا التجارة إلى الاستفادة من الإمكانات القائمة بغي ترفع مستوى التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا نحو مليار دولار إلى حدود خمسة مليارات دولار أقيم في طهران المعرض الدولي الحادي والعشرون للنفط والغاز والتكرير والبترو كيمويات المعرض شهد مشاركة دولية واسعة لكونه الأول بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات الغربية عن إيران حزم كلاس وهو يدخل عقده الثالث المعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبترو كيمويات في طهران يشهد مشاركة دولية غير مسبوقة 1900 شركة بينها أكثر من 800 شركة أجنبية من 38 دولة اجتمعت هنا تحت سقف العاصمة الإيرانية بحثا عن فرصها في سوق مهمة رزحت لسنوات تحت العقوبات فرص تريد إيران استثمارها بإسلوب شراكة جديد من خلال عقود جديدة ستكشف عنها في تموز يوليو المقبل تعطى فيها الإدارة للشركات الأجنبية والتنفيذ للشركات المحلية وتجلب التكنولوجيات المتقدمة للبلاد يمكن القول أن أول وأهم نتائج الاتفاق النووي هو رفع مستوى الصادرات الإيرانية من النفط والغاز المسال التي كانت تصل إلى مليون وثلاثمائة وخمسين ألف برميل واليوم تصل إلى مليونين وأربعمائة ألف برميل وإن تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاما إلا أن استعادة حصتها من سوق الطاقة العالمي أول ما تبحث عنه طهران وهي في هذه الأثناء تعيد رسم خارطة علاقاتها النفطية فتكشف عن فتح بريتش بيتروليوم البريطانية مكتبا لها في طهران خلال أشهر قليلة وتعلن عن عقود مع فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية لنقل تكنولوجيات تتعلق بقطاع الغاز وتجري محادثات مع روسيا وكازغستان وتركمانستان وأذربيجان في مجال مقايضة النفط وتحاول إكمال مشاريع معلقة كأنبوب الغاز الإيراني إلى عمان وأنبوب السلام للغاز مع باكستان وتوقع العديد من الاتفاقيات اتفاقيات يبدو أنها لا تسد إلا القليل من شهوة المستثمرين نأمل أن نحقق ما نطمح إليه في السوق الإيرانية الخطوات الأولى الآن مليئة بالوعود ونأمل النجاح في ظل هذا العدد الكبير من الشركات التواصل مع الإيرانيين كان سهلا وهم عندهم كثير مهندسين في الميدان النفط والغاز المعرض هذا كان عنده كواليتي عالية كبرى الشركات العالمية في مجال النفط حضرت في المعرض حتى الأمريكية وإن من خلال فروعها الأوروبية يثبت هذا المعرض أن أهم صناعات إيران بعد الاتفاق النووي ليست كما قبله فصناعة النفط هنا نحو مزيد من التطوير في ظل استراتيجيات واضحة وانفتاح دولي كبير حازم كلاس طهران الميادين مع تقرير طهران نأتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نت للمزيد إلى اللقاء موسيقى